حبيب الحلوين مسلسلنا النهاردة عن وي يوي بنت طيبة وغلب الدنيا كله فيها بتصحى بين يوم وليلة تلاقي نفسها بين ايدها شحنة كهربائية بتخلي اي حد يقع في حبها مجرد ما تلمسه المدة 24 ساعة وبيرجع بعدها يفوق من حالة الحب الكذابة دي فيا تارى لما تقابلت شونج بطل السباحة هيفوق هو كمان من الوهم ده ولا هيزود حبه ليها اديني معاكم للاخر يا مسهل بيبدأ مسلسلنا عن وي يوي وهي خارجة من الجامعة تخلم صاحبتها تشوفها تأخرت ليه بس صاحبتها ما كانتش فاضية فبقت مستنية الفرج يمكن حد يجيب لها شمسية وساعتها كانت شونج خارج وخبت فيها بالغلط فوقعت على الارض وجسمها طلع شحنة كهربائية لمست كل الناس اللي واقفين واللي حصل بينهم بس وبعد بس ما تستغربوش دي قوة بنتنا الخارقة لانها اول ما ضربات قلبها بتزيد بتطلع الشحنة الكهربائية دي ولو لمست حد والحد ده كان بصص لشخص معين بيقع في حبه على طول بس الحب ده ما بيدومش يضب بيقع 24 ساعة وينتهي اجيبك توقعي للكراش في حبه طيب المهم في الكافيه كانت ويوي بنتنا قعدة مع شادي صاحبتها بيتكلمه عادي لحد ما شادي حكيت لها عن الواد المز من فريق السباحة اللي راحت تعمل معه لقاء صحفي عشان يطلع الواد المز ده هو نفسه تشونج اللي خبت في بنتنا وهي خارج الصبح فشادي طلبت منها معروف انها تخرج شحنة كهربائية من جسمها وتلمسه هو بصص لشادي عشان يعفى حبها بس بنتنا قلت لها نعملتلك الحوار ده مليون مرة ارحميني انت كل يوم عجبك واحد شكل فقلت لها معلش اخر مرة بجد وفي الجامعة كانت بتتكلم مع الدكتورة بتاعتها انها مش هتقدر تعمل جلسات تدليق لانها طبعا في قسم التأهيل والعلاج الطبيعي وخايفة تمسك الناس ويدخلهم شحنة كهربائية لكن الدكتورة قالت لها هو ايه اللي مش هينفع هو انت فاكرانا في درينبارغ اعمل اللي يطلب منك فوهي دخل قاعة المحاضرات وبتفتح الباب جهة شونجي يفتحها هو كمان ومسك ايدها بالغلط فشالتها بسرعة وفضلت وقفة متنحة لحد ما افتكرت انه نفس الشخص اللي زقها فراحت تقوله مش انت اللي زقتني الصبح المفروض تعتذر لكن عملها باسلوب بجح وقال لها اه انت اللي عطلتين الصبح ومعطلاني دلوقتي فجدت لفله وقعت فوقه بالغلط بسبب الناس اللي دخله وخرجه فقامت بسرعة وخرجت من المكان كله وتاني يوم راحت ويوي حمام السباحة مع شادية عشان توقع لها الودل اللي عجبها ده وقالت لمدربة السباحة انها من قسم التأهيل ومحتاجة لعب سباحة تتدرب عليه فقالت لتشونجي يطلع من البسين بس بنتنا اتصدمت انه نفس الحلوف اللي عملها وحش وهو نفسه قال انت ورايا ورايا ولا ايه شكلك معجبة بيا فقالت له فشرت انا اعجب بك انت وعملت نفسها بتشوف شغلها وبقت ماسكة دراعه بعنفه وتدلكه جامد فقال لها بعيدي عني انت عايزة تكسريلي دراعي وكانها يمشي بس شادية وقفت في طريق يتكلمه وساعتها كانت ويوي هتطلع الشحنة الكهربائية وتلمسه لكن لمحة واحد تعرفه خارج من المكان وبقت وقفة متنحة وطبعا الفرصة فاتتها انها تلمس تشونج فشادية قالت لها ايه اللي جرالك في ايه فقالت لها انا بس شفت صاحب قديم ليا وتمنتها انها تعلق لها الوات باي شكل وفضلت تراقبه وتمشي وراه في كل حتة لحد ما خرق من جحره اخيرا فكلمت شادية تيجي بسرعة واول ما جات قالت لها عندي فكرة شيطانية ورحت بنتنا لبسة لبس دبدوب وقربت منه من وراه ظهره اول ما شادية وقفت تكلمه بس حس ان في حد جاي من وراه فلفلها ومسك ايدها فراسة دبدوب وقعت من على راسها والشحنة كاربائية لمسيت له وهو بسس لها فبعد ما كان بسس لها بصدمة بقى بسس لها بكل حب فرجع يبس الشادية ومشي من قدامها بسرعة فشادية فتقارته مكسوف منها وبنتنا معرفتش تقول لها ان الموضوع باز وقع في حبها هي اما تشونج فكان عامل زي المغبوط على دماغه وقال لصاحبه نشاكلي وقعت في حبها ومحدش سمى علي وتاني يوم صحي وهو متحمس يروح يكلم بنتنا وكان معاه راس الدبدوب وفيدل يبعت لها مسيت جاد كتير عشان يقابلها بس ما ردتش عليه لانها كانت بتدور على راس الدبدوب لانه غالي وهي استلفته من واحد اصلا فما بقتش عارفة تعمل ايه ولما راحت للرجل تعتذره وتقوله انها تدفع له تمن وكان متعصب بس جهت شونج وقال له الراس بتاعتك هي ما تقلش ادبك فبنتنا مسكت ايدي تشونج وشدته على برا عشان ما يحصلش مشكلة بس سابت ايدي بسرعة لما لقيته متنح لها وفيدل بقى يقرب منها فكانت هتغبط دماغها في اللوحة فحطي ايده ورا راسها وبعدت عنه وقالت له وانت وقعت في الحب ولا ايه فقال لها مع مين معاكي فجريت بسرعة وهي متوترة وفي المحاضرة جه قاعد وراها فالدكتورة وهي بتندهي الاسام عشان الغياب ندهت اسمه يوي فقالت لهنا موجودة بس الدكتورة ما سمعتهاش فندهت على اسمها تاني ولما ردت بصوت اعلى الدكتورة زع قلت لها وقالت لها ما بترديش لمن الاول فتشونج دافع عنها وقال لها كلنا سمعنا صوتها وهي بتقول لك موجودة فالدكتورة قالت له بتقول ايه سمعني بس بنتنا قالت لها ما بيقولش حاجة يا دكتورة ده بيكح وراح اتبصاله وقالت له استناني بره بعد المحاضرة فاول ما المحاضرة خلصت قال لها هاي ممكن اتكلم معاكي بقى فقالت له نعم اتنيل قول عايز ايه فقام بعيل وصوته وقال لها انا معجب بيك وعايزك تبقي حبيبتي فمسكت ايده عشان يقعد وكفاية فضايح كده بس كان واقف متخشب فخرجت بسرعة وفضل وراها وقال لها مش هسيبك مهما عملتي فقالت له فوق يا موهم يا ابن الموهم انت ما بتحبنيش وقدمك بس كم ساعة وتنساني فقال لها نساك ايدنا بفكر فيك بقى لي عشر ساعات وساعاتها خبطت في واحدة وهي ماشية وطلعت امه فعرفهم على بعض وقال لها دي حبيبتي المستقبلية يا موما فطنت ما سديت وقالت له كده يبقى عندك حبيبة وما تعزمهاش عندنا وراح تشدها عشان تتغدى معاه والبنت يعاني ماشية لقدرها ومش عارفة تقول لا وساعتها حد صورهم والصورة انتشرت ووسلت لشادية وطبعا فضلت تبعت لبنتنا مسجات وهي قاعدة مع اهل تشونج عشان تعرف في ايه فبنتنا شرقت وتشونج قام بسرعة يجيب لها مية فاتخبط في رجله انما بنتنا قاعدة عايزة الارض تنشق وتبلعها قبل ما صاحبتها تولع فيها وبعد ما خلصوا اكل قامت تمشي وتشونج راح يوصلها وهي على اخيرها وقالت له انا اسفة مش هقدر اقبل هدايا ممطق وساعتها ظهر بهير صاحبها من ايام المدرسة وهو جاي يشوف تشونج بس تشونج استغرب انهم عارفين بعض فبنتنا قلت له ازايك يا بشير فتشونج قال لها ده اسمه بهير مش بشير فاتحرجت ومشيت ولما رجعت البيت صاحبتها كانت قاعدة على نار وقالت لها هو ايه اللي بيحصل بقى فقالت لها انا شفت بشير النهاردة وطلع ما غير اسمه البهير فشادي استغربت لانه كان المفروض مسافر وبعدين احور تغيير اسمه ده المهم شرحت لها ان تشونج للأسف وقع في حبها هي وخافت تقولها كده فتتدايق بس طمنتها انه كده كده مفعول الشحنة الكهربائية هيخلص على بكرة الصبح وينساها وساعتها بقى يبقوا يجربوا معاه تاني عشان يحب شادية وتاني يوم الصبح بعد ما مفعول الشحنة الكهربائية انتهى صاحبت شونج وهو بيشوف المسيجات اللي بعاتها انبرح ليويوي واستغرب ايه كل اللي عمله ده وقال لها كل ده ازاي وفي الكافيتيريا جيه بهير يتكلم مع بنتنا وكان عايز يعتذر منها على سوق التفاهم اللي حصل بينهم زمان بس قالت له اللي حصل زمان مش مهم انا مضطرة امشي دلوقتي ومش فضية وفي البسين كانت شادية جوه المية بتستعد عشان اول ما تشونج ييجي تعمل نفسها بتغرق بس الحلو في اول ما جيه كان رايح يتكلم مع بنتنا فقالت له الحق في حد بيغرق هناك بس ماهتمش وقال لها ركز معايا دلوقتي فقالت له نزل بسرعة وزقته عشان يقع في المية بس مسك فيها وهو بيقع وساعتها عبد الحليم صاحب تشونج شاف شادية بتغرق فنط علشان يلحقها وطبعا بنتنا خرج من جسمها الشحنة الكهربائية نقلناها لمسيته تحت المية في لحظتها فاتشونج كان بصص لها هي ووقع في حبها تاني اما شادية فكانت بصة لعبد الحليم فوقعت في حبه لا ده كده حلوة قاوي وتاني يوم بقى كان زوره مبحوح لسبب غريب فرح يستنى ويوي بنتنا عشان تشوف له حل فوهي جاية خبطت في حده وبصت له فجأة فكانت عايزة تمشي بس شدها في مكان ما فيهوش ناس وحطي ايده على بقها ورح اقل لها انا زوري بقى كده بسببك فلازم تتحملي مسئوليتي لانه من ساعة مويع في البسين وهو صوته عامل زي الشمامين كده فقالت له وانا مالي ما تروح تشوف لك دكتور أنفه واظن وحنجرة يعالجك فقال لها بقولك ايه انت اللي عملت فيها كده فتتحملي المسئولية ففضلت تضحك على صوته ووافقت انها تهتم بيه وقالت له تعالى ورايا وفضل معاها وهم في المحاضرة وكل شوية يهمس ويغمس زي المراهقين فوهي بتسكيته الدكتورة اللي تلاهي بما انك عمالة ترغي كده القصيم انت هيبقى عرض تقديمي وسيادتك هتبقى الليدر بتاعتهم وبعد المحاضرة كانت قاعدة مع تشونجة بزرمة بحوح فجات شادية وعبد الحليم بتاعها يقعدوا معاهم بس شادية فتكرت فجأة ان اللي هي حسادة كهرباء زيادة بس بسبب قوة بنتنا واتضيقت منها لانها حستها بتشقط تشونج منها فبنتنا راحت وراها تفاهمها الموضوع لكن قبلت بهير في وشها وكان مصمم يتكلم معاها وعايز يعرف هي بطلت رياضة الجري ليه وخاف لا يكون ده بسببه بس قالت له ما تقلقش مش بسببك انا بس ما حبيتش اكمل وحاولت تخلع منه باي شكل عشان تروح البيت لصاحبتها بس لما رجعت لقيت شادية بتلمي هدومها ومأموسة منها فقالت لها والله يا بنتي مش زنبي وانتي عارفة ده لكن شادية كانت قمصة حبتين وقالت لها ما لو بتحبيه قليلي وهسيبهولك بس بنتنا كانت هي كمان اتقمصت منها وفضلوا اللي اتنين ما عندين ومحدش عايز يتنازل ويفاهم التاني وبعد ما شادية مشت لقت تشونج بيكلمها فقالت له حل عن نفوخي بقى فقال لها مش هحلك ويلا نزليلي فراحت المكتبة وقابلت واحد صاحبها بالصدفة فبقت شونج قاعد على اعصابه ومش طيقه واخر مزهق الجنونة اشتغلت وشدها من ايدها على برا فقالت له سيب كده ما تبقاش تنح فزع وقال لا انا مش هتحمل اشوفك معاه فقالت له تعالى لبقى من تصوتك طبيعي هو يعني كنت بتضحك علي فقال لها ما انت مش مديان يريق حلو ومش عارف اصطفرت بيك فكانت هتمشي بس قالها استني طيب عايز اساعدك بس عشان تجمعي تيم كويس وتعمل الاسايمنت انت بتاعتي برضو مش هردى ان الدكتور تعاقبك على الاسايمنت بس لما لقاها مبرقاله قالها قصدي يعني انت صاحبتي وكده فقالت له ماشي ساعدني المرة دي بس وتاني يومه هو راحي عم عبد الحليم فدل يحكيله عن وي يوي وانه مش عارف يوقعها في حبه فقال له اسمع نصيحة من اخوك عبد الحليم الدونجوان البنات بتحب الرجل الرومانسي يعني اديها ورد اعمل لها جو شاعري بجموع وشغلها موسيقه هادية حاجات كده يعني فتح مخك فقال له فكرة والله يسلم بؤك وفعلا نفذ الفكرة دي بالليل ويكلمها علشان تيجي تقابله بس وهي معدية قريب من المكان بهير شافها وهو قاعد مع اصحابه فقام يشدها عشان تقعد معهم وفضلت تقول له مش هينفع بس حطاها قدام الامر الواقع وبقعيب انها تمشي من غير ما تقعد شوية معهم وهم اصلا كانوا فاكرينها حبيبته لانه على طول بيجيب في سيرتها اما تشونج المسكين فكان وقف مستنيها وبيرن عليها ما بتردش فعبد الحليم قال له بص بص وطلعوا متصورين سوا وحد منزل صورهم فرح وهو متعصب عشان يجيبها وصحبها من وسطهم زي الفرخة فقالت له انت بتشدني كده ليه فقال لها عشان عايزك تشوفي حاجة فقالت له هشوف ايدي خردة فكشفها لها وقال لها هيا لست شايفها خردة وفيدل يقرب منها لحد ما قلبها ده جامد والكهرباء ازاي ده طلعت من جسمها وخلت المكان كله ينور فجأة لدرجة انه هو شخصيا اتصدم فجرت بسرعة قبل ما تتفدح لكن جري وراها وقال لها خدي هنا فاهميني بيحصل ايه فشاف ايه ده بتطلع شحنات كهربائية فحضنته لانها معرفيتش تتصرف وهو فيد الواقف متنح مش فاهم ده بيحصل ازاي وكانها يطلب لها البوليس بس شرحت له انها حاجة غريبة في جسمها ودقت قلبها بتعلى فجأة وتطلع كهرباء فالكهرباء دي اول ما تلمسه بتخليه يقع في حب اول حد يبصله وطبعا هو فيد الواقف مصدوم من كلامها وتاني يوم قرر يعاقبها وقال لها 48 ساعة اللي ضيعتهم من عمري وانا بجري وراقي هتعوضهم لي وتشتري لي اكل وراح طلب فراخ وجنباري على حسابها بس قالت له مش هدفع انا كل ده انت بتستاهبلي فقال لها طب حيل وما تدفعيش وهوريك الاستهبال بحق وحقيقي فقالت له استنى بس ده كلام قلته وانا مش في وعي وراح تجيب له الاكل اللي عايزه وتدفع له بس المحروس ما اكتفاش وقال لها الشريلي بقى الجنباري فقعدت تفصصه له ولا كأنه جوزها ومش بس كده دي بتمشي وراتها وويله عشان الحر وساعتها شادية شافتهم وقابلها عبدالحليم بتاعها فجأة بس عبدالحليم ما بقاش مالعينها خلاص ما هل 24 ساعة عدو وبقت مش طيقاء وتاني يوم كانت بنتنا متكلفة تعلق بسطرات بس المعادي اللي معاها متضايق ومش عاجبه حاجة وفضل يتأمر عليها ويقولها تشيلهم وتحط غيرهم فقالت له انهم خلاص يتعلقوا هتغيرهم ازاي فبدأ يبجح معاها اكتر ويقلل منها فجيه تشونج وقال له انت ازاي تكلمها كده وكان عايزها تطلع كهربا من جسمها وتلمسه عشان يبطل يتكلم معاها كده ويفضل مزلول لها طول اللي 24 ساعة ويتمنالها الرضا ترضى بس ده طبعا ما ينفعش وحست ان تشونج كده هيفضحها لكن تشونج عارف يخوفه وخلاه يمشي من سكات وبعدين قعده سوا وحكيت له انها وحيدة وما تقدرش تحكي لحد عن قوتها دي نهائي لان مش كل الناس هتفهم ده وممكن اي حد يحاول يستغلها وغير كده ما تقدرش تستخدم قوتها لمصلحتها الشخصية لان الموضوع هيدرها نفسيا وهو حاول يتفهم كلامها بس في مرة كان قعد بيفكر مع نفسه واكتشف حاجة مهمة وطلع انه من بعد ما حضنه وهو ألم ظهره خفت وبقى بيعون بشكل أسرع وصاحبه كمان لاحظ ده فطلب منها تيجي عشان يتأكد من حاجة مهمة وخلها تحسب له بيعون في قد ايه وطلع بيعون في 51 ثانية فقال لها طب هاتي ايدك كده بس تلاجلجت وثابته ومشت فرحت شونجي الحقها وقال لها خدي هنا انا مش بكلمك فرجعت تاني لاستوانت التهديد والوعيد بس بصت لجسمه بالغلط فرجعت تلاجلك تاني فقال لها من الآخر انه عايزها تديه لشحنة كهربائية كل يوم بس طبعا رفضت وساعتها كان فيه ولاد معاديين وشافوهم سوى فقالت له يمشي يمشي هتطلع علينا أشاعة وساعتها الفوتها ويعت من على جسمه وبقى واقف صلت مالت فانتهز الفرصة وخليها تلمس جسمه وساعتها الكهرباء تلعت جاهزة من جسمها اه يا حرام الكهرباء المهم بقى وبعد المحاضرة وهي وقفة مع زميلها جي باهير يتكلم معاها وطلب يعزمها على قهوة وكانت تلزيء اكيد عشان يخليها تروح معا السينما وساعتها تشونج ابننا كان بيدور عليها وسأل زميله عنها فقال له انها راحت مع واحد الكافيل قريب من الجامعة واول ما دخل من باب الكافيل لقى باهير فقعد معاهم لانه عارف باهير شوية فباهير اداله كارت المدير وكالة وقال له يكلمه لانه ممكن يلاقي فرصة يحترف فيها برا بس ابننا نزيه ما كانش عايز شغل الوسطى ده وعايز يوصل بمجهوده وبعدها قرر يمشي بس لقى الهانم لسه قاعدة فسحبها معايا ولما خرجوا طلب منها تروح معا العيادة عشان يتطمن على رجله فلما راحه كانت بتساعده بس لقيته لسه بيلامح لها عن انه عايزها تشحنه بالكهرباء تاني فقالت له فوق بقى انت موهوم انت مش بتحبني وحتى قلبك مش بيدق وخلعت الاسورة بتاعتها اللي تعرف بها قلبها بيدق امتى ولبست هاله وقالت له بص قلبك مش بيدق اهو فزقها عزرير يمكن تخرج كهرباء منها لكن زقته قامت بسرعة ففضل برضو وراها وكرر المرضي استعطفها وقال لها انه محتاج الكهرباء قبل التدريب بتاعه لانه بيشيل عنه قلم رجله فقالت له تبهت الاسورة بتاعتي بس قلها شحنيني وهدهالك فحاولت تنتشها منه لكن هو كان اطول منها فاستسلمت فرجع تاني يتحايل عليها علشان توافق لانه ده هيحدد مستقبله فقالت له انه عمري ما شحن تحد بالكهرباء كل يوم بس هحاول فراحه مكان بعيد عن الانظار وحاولت تبزي المجهود عشان قلبها يدق والكهرباء تطلع بس ما كانش بيخصل حاجة فقال لها ماهو العبط اللي بتعمليه ده قلبك مش هيدق ورح شديدها وحطت ايدها عليه فقلبها ده اجامد وسعتها حضنته لدرجة ان الكهرباء كهربت له شعره فخادها وراحه على البسين بسرعة عشان يتدرب هناك وقرر يشكرها بانه يغذيها بس قال لا ما تفهمش غلط انا بغذيك عشان ما تفقديش طاقتك والكهربين على طول كده فقالت له لا ماسمح لكش انت تشكك فيه اوه لكن ما تشككش في طاقة الكهرباء بتاعتي وتاني يوم كانت متفقة تخرج مع تشونج يشوفه فيلم بس لقت بهير جاي هو كمان ومسك ايدها لانه كان قايل لها نروح نشوف فيلم سوا بارح فبقت وقفة بالنرين والاتنين بيتخنقوا فقالت لهم وسعوا كده بس لحظة انا اصلا لسه مشتريتش تيكت ودخلوا التالتة بربطة المعلم نفس الفيلم فبهير كان جايب لها فشار بس تشونج اخدوا منها وقال لها كل ده طعمه احلى وبعدين بهير قال لها انه داخل الحمام فنعست على طول بعد ما ميشي وطبعا ابننا الشهم اللي انتهازي خلها تنام على كتفه بس بهير لما جاي صحاها علشان تبعد عنه وبعد الفيلم كانوا بيتكلموا عن سبب نومها فبهير قال لتشونج اصلي ويوي ملهاش في النوع ده من الافلام فنامت طبيعي وده طبعا دايق ابننا لانه عارف عنها كتير وهو لا بس رغم كده مشيت مع تشونج وهم مروحين وده دايق بهير وتاني يوم رحطه وهو بيلعب سلة عشان تشحنه بس ما كانش بيخرج منها كهربا ففهم انه الكهربا مش هتخرج منها بسهولة كده وفيدل يقرب منها وهي ترجع لورا مش فاهمة بيعمل الحرقات الخبيثة دي ليه فكانت هتقع بس اول ما مسك ايدها القهربا خرجت منها وبقى حاضنة وهو حاسس بحاجة غريبة في الوقت ده بهير كان معدي وشافهم فهربت بسرعة وطبعا بهير رح وراها عشان يفهم فيه ايه ووقتها تشونج مبايل ورنه وكان المدرب عايزه فمعرفش يلحقهم وعند بنتنا كانت بتشرح لبهير كل حاجة بالتفصيل وانها عندها قدرة غريبة فقال لها عشان كده ده كان عامل مشكلة بينك وبين اصحابنا في المدرسة فقالت له ايوة ده كان اكبر سبب وتاني يوم وهي في الجامعة تشونج جيه يشوفها وهو جايب لها شاي بلبن فكرها عائلة صغيرة في كيجي بس قررت تغيزه وقالت له ما تاخد شافطة بس مرضيش لانه ممنوع من الحاجات دي فقالت له يعيني مش هتعرف تشرب احسن تمرينتك تبوز وسرعتك تقل في السباحة فمسك ايدها وشافت شافطة كبيرة بس ما يعرفش انه شافت قلبها معاها وبعدها قالها هوريك بقى ازاي السباحة الشاطر ما بتفرقش معا الحاجات دي في سرعيته وهو بيعوم لكن قالت له خد هنا مش هشرب من وراك بقرف وفي الكافيتيريا كانت جادية شايفة رئيس القسم اللي دايق بنتنا قبل كده فقررت تكعبله وتضلق علي القهوة عشان تنتقم منه وعملت نفسها مش قصدها وهو طبعا ما تضيقش لانها بنت جميلة فقلمانع لو ده لقيت عليه جردل ترشي حتى وساعتها عبدالحليم كان شايفها وراح وراها يقول لها انه عارف انها كعبلته قصد عشان صاحبتها ودي حاجة عجبته موت فقالت له طب بعد عني السعادة عشان انا عفرت الدنيا كلها بتتنطط في وشي او ما هي قصص الحب كلها بتبدأ كده لما يكونوا تم وجيري اما تشونج بيه فكان قاعد مستني بنتنا لحد ما شافها خارجة من المكتبة مع بهير وكان بيديها هدية وقال لها انه كان عايز يديلها واحدة شبهها في سنوي لكن معرفش فعشان كده يعني ادهالها دلوقتي فشكرته عليها بس تشونج قطعهم وقال لها احنا ورانا تمرين نسيتي فبهير كان عايز يعرف تمرين ايه بس شدت تشونج بسرعة لان بهير ما ينفعش يعرف عن مساعدتها لي في التمرين ولما راحوا التمرين قال لها انا عايز اقولك حاجة مهمة فلقاها بتفتح حديد بهير فنتاشها منها فقالت له بطل شغل العيال ده انت شغال الند بالند بسبب بهير وهو عائل ما بيعملش زيك فقام واخد الهدية بتاعت بهير ورمها في المية فقالت له انت عائل بجد انضج شوية لكن طبعا اتدايق ونزل المية يجيبه وبعدين رجع السكن وهو مبلول وعمال يفتكر كلامها ويتدايق اكتر وتاني يوم الدكتورة وافقت على طلب طرد رئيسي اتحاد الطلاب اللي كان بيتنمر على بنتنا خصوصا انه كان بيستغل سلطته كمان وبعدها كانت بنتنا بتوزع بسترات مع زميلها عشان تلاقي ناس تنضم النادي التدليق فاجه بهير يتكلم معاها فشكرت له انه ساعدها واتكلم مع الدكتورة عن تنمر الزفت ايه على بنتنا فاتشونج شافهم سوا وكان مدهي لانه بيكلمها كتير من امبارح وما بتردش فرح ظهر قدامها عشان يلفت نظرها وقال لها عمالة كلمك ما بترديش اتريكي هنا فقالت له معلش بقى كنت مشعولة فقال لها طب هاتي انا هساعدك توزعين كلهم وطبعا استغل شهرته وخلى الناس كلها تيجي تاخد البسترات عشان ينضموا للنادي بتاعها ويخلص فزميل بنتنا انبهر بي وقال له انت بقيت قضوتي خلاص فوقع بلسينه وقال له انا بساعدها بس عشان ده ما يعطلش تمريناتنا فزميلها قال لها ايه ده انت بتتعلمي زباحة فليح اتلم الموضوع وقالت له اه شوية كده على قدي وبعدين وهي وقفة مع تشونج كان بيلبسها حززها في ايدها بس شافها بتكلم بهير فضقت على ايدها فقالت له يا حيوان ايدي خلي بالك فقال لها كفامر اعبا وخلينا نمشي بس وقفت فجأة وما كانتش قادرة تتحرك فجري يشوف مالها وطلعت البلد جات لها فشلها على ظهره وقعد بيها في جنب بس داخت فجأة وحطت راسع على كتفه وساعتها شادية كانت معدية وجريت عليها اول ما عرفت انها تعبانة وخدتها معاها على السكن وعملت لها حاجة سخنة تشربها وشكلها كده خلاص سمحيتها مهي برضو مش هتشوف صاحبتها تعبانة وتهون عليها وتسيبها وتاني يوم كانوا عاملين حفلة صغيرة بمناسبة الناس اللي انضمت لنادي التدليك وطبعا باهير جيه وده انسى بوقت عشان تشونجي يغير ويطلع جنونته عليها وحصل فعلا وراح شدها وخدع على برة وقال لها بقولك ايه انت لازم تفاهميني هو انت في حاجة بينك وبين بهير فكان في ناس معدية وده خليها تتحرك وتدخل على جوه وابننا فدل ياكل في نفسه لان فاكرها بتحب بهير وبعد ما هيدي والحفلة كانت خلصت راحلها يساعدها وهي بتلم الزينة فكانتها تقع بس شالها بسرعة وقع على رجله جامد عشان ما يخليهاش تقع وساعتها كان الراجل بتاع الامن لابس الهيدفون وهو جاي يقفل الباب وما خدش باله ان في حد جوه فجريت تلحاو قبل ما يقفله بس كان قفله وطبعا اتحبسه ورجعت تشوف رجلة شون جمالها ما هو ايه عليها بقى فقعدوا سوا مستنيين حد يجي يفتح لهم فسألته عن سبب اصابة رجله زمان فحكالها انه كان بينكس طفل العربية هتغبطه وده خلى رجله تتليه ويومين ساعته وهو رجله ضعيفة شوية فقالت له ما توقعتش تكون شخص حنين وشجاع كده لانه بيبان عليك عكس كده بس فجأة نام عليك تفاهم من غير ما يحس وتاني يوم سحيت وهي عملة تتأمله لكن سحي فجأة فظبطت نفسها لحد ما لقيت موبايله بيرن فاتصدمت لانه قال لها معهوش موبايل يعني ضحك عليها عشان يقضوا الليل كله سواء اللقيم المهم في مرة كان وقف مع بهير بيتكلمه عن التدريب وبنتنا رايحة وجايبه له اكل وكانت هتلفه وترجع اول ما شافت بهير بس بهير افاشها قبل ما تهرب وقال لها رايحة فيه فرجعت لهم ودت المحروس اكله فقال لها ده عشاني فقالتلو شرياهم تحت تهديد السلاح فقال لها بقى انا بتاع الكلام ده برضو فقالتلو اوه بتاع الكلام ده ونص وثلاث تربع كمان فبهير قال لهم خلاص بس بس ورح قيل لبنتنا بوسي ينجي لعب السباحة اللي بيتحبيه جاي عندنا اليفنت في الشركة فإيه رأيك تيجي تشوفي وانا هدخلك فوافقت طبعا بس الكلام ما كانش على هاوة شونج وقال لها هتروحي هناك تهبي بايه فقالتلو سكوتين تا انت مش عارف انا بحبه قد ايه فقال لها سلامتك ياختي من الحب ورح شدد موبايلها عشان يتصوروا سوا بس الصورة ما عجبتهاش وكانتها تمساحة فمسك ايدها وقال لها اياكي بحذرك اهو وبعدها ساب ايدها لانهم كانوا قفشين في بعض جامد بس قالتلو انا اسفة فشدها وقال لها ما كان من الاول وساعتها كان فيه واحد واقف متابعهم وعينه ما تشالتش من عليهم وتاني يوم رحت الشركة وكان يانجي اللي بتحبه نازل من العربية والفنز بتوعها يتجننه عليه فبهير شاور لبنتنا عشان تدخل معاه الشركة بس ده ما كانش على هوا الفنز بتوعه وفدله يزعقه اما بنتنا فدخلت قودة الاجتماعات تتصور معاه وتقوله انها بتحبه وكمان طلبت منه يوقع لها على صورة عشان تشونج ابننا لانه لعب صباحة برضه ومعجب بيه فبهير قال لها ازاي ما خلتهش يوقع عشانك فقالت له مش مهم ما انا تصورت معاه كده كده بس التوقيع ده عشان تشونج يفرح وبعدين خرج يانجي ومعه بهير وهي فدلت وقفة مكانها فرحانة لحد ما جيه اتنين قرشانات من الفنز بتوع عشان يتخنقوا معيها لانها دخلت وسطة وكان في بنت فيهم بتحاول تمد ايدها عليها فلما مسكت ايدها كهربتها بالغلط فزعقه اكتر ولموا الناس عليها وقالوا انها ضربتهم وساعتها كانت تشونج برا وحاول يدخل بس تشونج منعهم وقال لها بعيدة عنها فبهير كان لسه جاي اعتذر لها ام تشونج زعق فيه وقال له انت ملكش علاقة بيها يا جبان زي ما تخلت عنها زمان النهاردة برضو رجعت عملت نفس العملة فقال له لان بابا عمل حدثة وقتها فوقفوا مصدومين ورحوا بعدها مكان هادي عشان يحكي لهم اللي حصل لانه زمان لما الولاد كانوا بيتنمروا عليها واتهموها بتهم كتير معرفش يدفع عنها عشان جات له مكالمة من ممطو بس ما توقعش في النهاية يقابلها في الجامعة فتشونج حس بالزنب لانه اتهمو كده وقام ميشي وفي الجامعة كان عندها امتحان تدليك والمفروض تشونج يجي يساعدها بس اتأخر والدكتور كان بدأ يتدايق وكان هيلغي الامتحان فقالت له يستمنا شوية وساعتها جاي تشونج ومدت عشي زلونج عشان بنتنا تبدأ الامتحان وفضلت تلمس اماكن معينة في جسمه وهو قلب عمال يدق والدكتور واقف متاسم من اللي بيحصل بينهم مع انه مجرد امتحان يعني وبعد اللي امتحانه هما ماشيين سوا شاف بهير بيقرب فوقف قصدها بسرعة عشان خفت تتخدم ما تشوفه وقلبها يدق فاستغربت هو وقف كده ليه فشافت بهير واقف وراه و جايب لها حاجة تأكلها فابننا قال له من هارجع للسكن بتاعد الوقتي وفي يومه هي قعدة مع زميلها لقيت ابننا بيكلمها وقال لها تيجي فرحيت له عشان افتكرت ان وراهم تدريب وقالت له هات ايدك يلا عشان اشحن جسمك وتتضرب بس قال لها لا انا هاخدك لمكان تاني وخدها يعمله شوبينج فقالت له هو ده اللي ربنا قدرك عليه ده انا قلت هتاخدني الجيب لنص فرخة المهم وهم قاعدين كان بينقش فيها كالعادة وفتح سيرة شحنة الكهربة فقالت له كهربة ايه انا مش حنتكش النهاردة اصلا فقال لها ازاي يعني فقالت له عادي زي الناس فاستغرب لانه كان حاسس بمشاعر ناحيتها النهاردة فازاي يعني مش حنتوش بالكهربة ده معناه انك حبيتها بجد يا نص المهم في مرة كانت قاعدة مع بهير فشهيرة صاحبتها في السكن كلمتها وقالت له انها مروحة لوحدها وخيفة لان في واحد مؤخرا بيطارد البنات فقامت بسرعة علشان تروح لها من غير ما توضح حاجة لبهير وساعتها صاحبتها لقيت واحد مسكها فجأة بس طلع شاد زميلهم في الجامعة وحس انها خايفة فقال يروح معاها عشان يطمنها يعني اما بنتنا فكانت وصلت عند السكن وفجأة حد شدها فصوتت جامد والكهرباء اللي في جسمها طلعت فجأة فالراجل خايف وجري وطبعا راحوا قدة الامن عشان يشوفوا شكل الراجل ده بس الراجل اللي قاعد بيراء بالكاميرات استغرب هي زي قدرت تخليه خاف ويجري وبقوا كلهم بس اللهم مستنيين يفهموا فجي ابننا على ملا وشه وقال لهم هو فين اللي تجرق يلمسك وامو ما سمتش عليه وتاني يوم كانوا كلهم مع بنتنا عشان خايفين عليها بس تشونجا قال لهم طرقونا دلوقتي وانا هخلي بالي منها وهوصلها واجبها بنفسي بس بنتنا قالت له انا اقدر احمي نفسي ما تقلقش فقال لها سكتي بس وخدي المصاصة دي وما تقلقش من حاجة نفضهرك وبعد المحاضرة راحت مع شهيرة شهير عشان يشوفوا كاميرات مرأبة تاني بس لقوا الراجل بتاع الامن واحد مختلف وكان بيحاول يخرجهم ويقولهم ان الكاميرات في الوقت دا مش شغالة فبنتنا بصت على رجله بالصدفة لقيته بيعرب وبدأت تشك فيه لان الراجل اللي مسكها مبارح كان بيجري بالروحة وبعدين راحت تقابل تشونج في حمام السباحة عشان التدريب بتاعه ففضلت تجري مكانها عشان قلبها يدق واتطلع شحنة كهربائية بس ما فيش حاجة بتحصل فقال ما بديهاش وشالها على ايده فالكهرباء طلعت فجأة من جسمها بس نزلت بسرعة وقالت له انت ازاي تفاجئني كده فقال لها مهانت قلبك مش هيدق غير كده ورحمت ديها الطايمر عشان تحسب له الوقت وشد غضدها ونزل لبسين ومشاء الله عليل وات سبح قد الدنيا سمك نيمه كده بيعومه ومغمط المهم وهم خارجين قال لها عايزين نشوف حل في الراجل بتاع الامن ده عشان نتحبس وقرر يجمع اصحابهم عشان يعملوا خطة ويقفشوه فخلوا عبد الحليم يلبس لبس بنته وحطوا له ميكوب وبدل ما بقى عبد الحليم بقى حليمة وكان خايف يقعد في الحمام لوحده بس شدي قالت له ما تسترجل يد عشان تمسكها لما يجيلك فاتكتم وسكت وبعدين خرجوا يستنوا بره وصابوه فبنتنا كانت بتنام على نفسها ووقعت على كتف تشونغ فقرب فجأة يبوصها بس نطوا من مكانهم على صوت حليم وهو بيجري ورا الراجل بعد ما حاول يتحرش به بس حليم خبط في شدي على السلم فزقته وقالت له واسع هيديع مننا بس كانت شونغ بيجري وراه وبنتنا لكن خبطوا في بعضهم كمان فهو يعتفوقوا بسيتوا بالغلط وبقوا كلهم بيجري وراي الحقوه واللي اتنين دول قعدين اللي كده مصدومين المهم انهم قفشوه وتحبس طبعا فقرروا انهم يحتفلوا سوا بالمناسبة السعيدة دي فشاهرة بالغلط وهم قاعدين وقعت من شنطتها جواب حب وكان مكتوب عليه عنوان سكن ابننا بس غيرت رأيها وشورت على شادي لانها ما عندهاش الشجاعة تعترف وتاني يوم كان ابننا عنده مسابقة سباحة مهمة جدا فسأل شادي عن بنتنا وهو داخل فقالت له ان النهاردة حفلة عيد ميلاد بهير فراحت تحضرها وده خلاه مشتت ومش مركز ابدا وعمال يفكر فيها لدرجة انه وصل في المرتبة الاخيرة وخرج من البسين وهو متعصب وساعتها فيه واحدة وقفت بنتنا فجأة وقالت لها ان بهير مستنيها دلوقتي عشان يعترف لها بحبه فاستغربت وبعتت مسجي لبهير تقول له انها مش هتعرف تيجي عشان عندها حاجة مهمة لكن على مراحة هناك كانت شنجا خلاص خرج وخسر المسابقة وفيدل من بعدها متضايق وحلمو بيحاول يفرفشه وقال له انت مزعلان عشان خسرت انت زعلان عشان استنيورة بتاعتك مجاتش فقال له طبسكت واسبني في حالي اما بنتنا فكانت عايزة تبعت له مسجي تقول له ان شاء الله تعوضها المرة الجاية وتكسب لكن اترددت وما بعثتش وتاني يوم هي ماشي مع شاديا وحليمو بتاعها لقيته معدي بس مش هو لك انه يعرفها فحليمو قال لها حقه بصراحة ما انت غدرت بي وما جتيش فمشيت وهي زعلانة وشاديا هزقيته على العبط اللي قاله ده وراح بقى تشونجي فيه الشغله في السباحة بس كان بيفكر فيها برضو وجاله برد فوهي دخلت شوفه لقيته واقع على الارض فحاولت تفوقه بكل الطرق ما بيفقش فعملت له تنفس صناعي وفق على طول بس افتكر فجأة ذكرى قديمة وقال لها هو انت البنت اياها وما قدرش يمسك نفسه وبسها هفهمكم اصل وقت الحادثة لما حاول ينقذ الولد رجله تخبطت واغمع عليه وبقتها كانت فيه بنت موجودة وجريت تلحقه وخلته يفوق بشحنة كهربائية فدلوقتي بدل ما بقى بيحبها الضعف بقى بيحبها الضعفين وفي المستشفى كان حاسس بها وهي نايمة على كتفه فاول ما فائت عمل نفسه نايم تاني وهي قربت تقيس درجة حرارة المهم انه طلع من المستشفى بس كانت رايحة تزوره وجاباله الاكل عند سكن الولاد فحليم وشادي قالولها ادخل له بنفسك بس هي عارفة انه ماينفعش حد يدخل سكن الولاد فقالولها سيبين احنا اتطلع دي ولفوها في ملايا ودخلوها معاهم وبقت هي وهو قاعدين لوحدهم ومكسوفين من بعض فقال لها بص يا امه جبلين ازاستين مايا مشبرين بس لما رجع لقاها بتبص في سجل الفحص الطبي بتاعه وهي تخدت فجري ياخده منها بس حضنه بعض من غير قصد فسابته له وقعدت هي بتأنبه لانه سرق سجلاته الطبية من الجامعة فقال لها دا لاني خايف حد يعرف عن حالتي فقالت له دا غلط لازم ترجعهم تاني فقال لها رجعهم ازاي انا دخلت اول مرة باعجوبة فقالت له عندي ليك طريقة وراحوا سوا يرجعوها فعلا ولما وصلوا عند الباب بازلت مجهود عشان تطلع كهرباء من جزمها وتفتح الباب فحسوا بحد بيقرب فشدها ودخل جوه بسرعة فقالت له زمان اللي بره ميشي لكن زقها ناحية الحيطة وقال لها شكل جيت هنا قبل كده وتلعج جيت هنا فعلا وكانت بترقب وهو بيسرق الفحصات بتاعته فوهم ما بيأكلوا كان عايز يعرف السبب اللي خلاها تيجي وراها بس قلت له دا سر وفي المستشفى كانت رايحة معاه هو ومامته عشان يتطومنه على رجله فالدكتورة قالت انه وضع رجله صعب وطلبت منهم يستنوا برا لحد ما تخلص كشف فقعدت بنتنا مع طانته وفضلت توصيها على ابنها وتقول لها خلي بالك منه انا خايفة عليه بس بنتنا ما تتوساش هي كده كده لازقاله المهم بعد ما وضعه مامته وسألها امي راغت معك في ايه ها فقالت له دا سر فقال لها اسرارك كترت انا تخنقت وتاني يوم في الجامعة للأسف خبر رجله انتشر والناس كلها عرفت حتى المدربة بتاعته وراحت له هي بتزعق وقالت له انه جابان لانه خب حاجة زي دي عشان فكر انه يقدر يضعط على نفسه وصحيته لمجرد انه يكسب بطولة وفضل من بعدها حبس نفسه وما بيخرجش نهائي لحد ما قدته بقت مسبلة بس بنتنا ما قدرتش تستحمل وراحت تكلم حليمه وقالت له انت عايز تساعد تشونج يرجع للسباحة صح وطلبت منه يوصلها لبيته وراحت قابلت مامته فقالت له هو مش هيسمع كلام حد غيرك فحاول تقنعيه بس تشونج كانت قط بزبالة واول ما سمع صوتها قام يروق بسرعة قبل ما تيجي وتشوف القرف ده ولما دخلت عليه لقيته قاعد بيقرأ كتاب فقالت له كتاب ايه دا اللي ماسكه بالشألوب ومن امتى بتقرأ كتب اصلا فقال لها بقيت بقرأ من النهار ده عادي فقالت له كفايا بقى لحد كده انت عارف كويس انا جاية ليه انت لازم ترجع تاني وما تقفلش على نفسك كده عشان خايف من كلام الناس فقال لها لا طبعا مش خايف ونام على السرير وهو حضن الدبدوب ففضلت تشده منه لحد ما وقعت فوقه وامو دخلت عليهم فجأة فقالت لهم خليكم زي منتم ولا كأني هنا بس قاموا بسرعة وجوم يخرجوا ولقوا طنت وقفالهم على الباب بتشوف بيعملوا ايه قصد بتتطمن عليهم يعني وبعدها طنت جابت ألبوم سور قديم لتشونج وقعدت توري بنتنا وتقول لها شفتي كان أمر ازاي وهو صغير الله يعني وهو كبير برضو أمر المهمه بعدين راح هو وبنتنا للمدرب بتاعه من أيام المدرسة عشان يعتزر له وحكاله عن إصابته في رجبته اللي خلته ما يكملش فترة وما كانش عايز يقول لحد بس قرر دلوقتي يعترف له لأنه له حق عليه وفي نفس الوقت هو محتاج حد يشجعه فالمدرب قال له ان إصابة رجله مش سبب عشان تخليه استسلم ويقدر يتعالج ويكمل تاني سباحة وفضله يشربه سوى لحد ما المدرب سكر وريكب تاكسي وروح فبنتنا قالت لتشونج هروح أجيب لك زبادي عشان تفوق شوية وبصراحة هو كان فايق ومبسوط جدا لو كان يعرف إن المدرب هيحسله نفسته كده كان راح قال له من زمان وتاني يوم بقى بنتنا كانت بتتدرب على الجري وتعبت فقعدت ترتاح شوية وكانت هطوء على ظهرها بس تشونج مسك دماغها وقال لها مالك كده شكلك تعبان فقالت له مفيش أنا كويسة بس خلها تقوم وركبها على ظهره المهم وهما ماشيين جالها مسج من بهير فقالت لتشونج تعالى بسرعة هنروح أمام السباحة وكان بهير واقف هناك فتشونج قال ياله وعلى القرف اللي نفيه هو بهير ده ورايا ورايا أما بنتنا فقربت منه وقالت له هو فين وساعتها تشونج اتصدم لما بص نحيته وطلع يونج بطل السباحة اللي هو بيحبه جاي يشوفه مخصوص ويشجعه فسابهم لوحدهم ودخل هما الاتنين البسين عشان يتسابقوا سوا وبعد ما طلعوا من البسين يونج قال له أنا شايفك متحمسة هو بتعون كويس وكنت جاي على أساس أشجعك عشان نفستك تتحسن بس شايف انك أصلا مش ناوي تستسلم وهتكمل في السباحة مهما حصل فقال له أنا فعلا مش ناوي استسلم فيونج سأله لو هو مرتبط ببنتنا بس قال له لا مش مرتبطين فقال له طب كويس عشان أنا شايفها لطيفة أمل حأخطفها فابننا قال له لا احنا مش مرتبطين آه بس ناوي ارتبط بيها فضحكوا قال له خلاص ماشي بس كده أحسن انك ما ترتبطش دلوقتي عشان ما تتعطلش عن مستقبلك فقال له بالعكس ده هي اللي بتحفزني أكمل وبعدين الجامعة كلها عرفت ان يونج موجود هنا فكانوا هيتهبلوا وراحوا يستنوا برا فبنتنا وقفت معا عشان يعرف يطلع وقالت لهم يبعدوا وما يصوروش واول ما جري وراه دخلت جوة تقول لي يونج ان تشونج عرف يخدعهم وجري وراه اما عند ابننا فكان مستخب منهم بس حليم وقال لي شاديا ده تشونج اللهبل مش يونج فقالت له انت ايش عرفك مين قالك فقال له ده بينام جنبي كل يوم وعارف قفى أمه ده كويس المهم بنتنا جات تقول له انهم مشوا خلاص عشان يطلع بس كان في حد معدي فشدها بسرعة وحضنها وساعتها قلبها كان بيدق ووشها محمر فبعدت عنه ولما جيه يمسك ايدها عشان يمشو اتقهرب لان قلبها ما بطلش دق وبالليل كانوا قاعدين سوا فقال لها ان هي اللي انقذته لما تصاب وكان فكر وقتها ان دي جنية فاتصدمت هي شخصية لانها ما كانتش تعرف انه هو او ما خدتش بالها انه هو نفس الشخص وشكرها لانها دخلت حياته وخلتها افضل من الاول وبعدها وهم خارجين وبياكلوا ايس كريم فدل يدايق فيها وحطلها على وشها فجدت حط على وشه ومسك ايدها ولمس وشها فحست قلبها بيدق تاني وده كده خطر عليها فبعدت عنه وحتى وهم راجعين السكن كانتها تغبط في حد فشدها في حضنه وساعتها قالت لأ وقال في لأ انا كده بقع في حبه وفي بيت بنتنا كانت قاعدة مع اهلها ولمحة تشونج داخل المكتبة بتاعتهم فخرجت بسرعة شوف ايه اللي جابه بس ابوها طلع فجأة وسأله عايز ايه فقالت له ده زميلي من الجامعة وجاي اشتري كتاب فات شونج مسك الكتاب اللي قابله وقال له ايوة يا عم وانا جاي اشتري الكتاب ده بس استغرب لان ده مش كتاب مناسب لشاب وقال له انت متأكد بس امها جات تشد وقالت له تعالى هنا سيبهم فمننا قال لأنا كنت عايز اتعشى معاك في خط عنوانك من شادية اما عندي شادية وهي واقفة مع حليمه قالت له تفتكر تشونج بيحب ويوي ولا انزومه فشدها فجأة وقال لها انت بتسألي ليه تكونش لسه معجبة بيه فزقته لزقته هو ناحية التلاجة وقالت له يعني انت مش شايف ان انا بحب واحد تاني وسبته ومشيت ففضل بيفكر يا طرى بتحب مين جاد انت دمعك في مية البطيخ خالص المهم في يوم وبنتنا دخل الساكن كانت بتتكلم في الموبايل ومسكة شنط في ايدها وكانت هتوقعهم وبعدين قعد معاه في الكافيتيريا فكلمته عن حلمها وانها كانت بتجري من ايام المدرسة بس وقفت فجأة لانها حسد بنعدام الثقة في نفسها ودلوقتي بقت عايزة ترجع تجري من تاني وتاني يوم كانت جايباله هدية ومخبيها وهو عايز يعرف مخبية ايه فقرب منها بس ما استحملتش قربه فدتها له بسرعة وقالت له خد دي علشانك لانك ساعتين كتير فلما فتحها قال لها ايه دي دي مش حلوة فقالت له طب هاتها خسرة في جدتك بس لقت نفسها محملة جسمها كله عليه وبعدت عنه ويوم مسابقة الجري الجماعي كانت الدنيا ماشية تمام بس فجأة السماء غيمت وكانت هتمطر فابننا قال لها لو جريت تحت المطر وخرج من الكهرباء هتتأذي فقالت له ما تقلقش السباء هيخلص قبل ما تمطر بس زميلها وهو بيجري وقع فجأة فابننا خدها هو وجري ناحيتها عشان تلحق تخلص السباء وبسلت في اخر مركز لكن كان مبسوط انها خلصت السباء على اقل وفجأة وقعت على الارض لان الدنيا بدأت تمطر والكهرباء كانت زايدة في جسمها فالناس جوم يقربوا منها قالت لهم يبعدوا انها هتقوم لوحدها فجريوا عشان ما يتبلوش اما تشونجي فجري ناحيتها وهو خايف عليها بس قالت له ما يقربش لان الكهرباء اللي في جسمها دلوقتي ممكن تأذيه بس مهتمش وحضانها عشان يبعد عنها المية وساعتها كان بهير جاي وجايبلها شمسية وكل واحد بين اصحابهم وقف مع المزة بتاعته تحت المطر بيتفرجوا على الاتنين الحلوين اللي بيحبوا في بعض تحت المطر ادول لحد ما ابننا قرر يعترف لها بحب وقال لها انا معجب بيك وقرب يبصها فقالت له انا كمان معجبة بيك الحمد لله على السلامة والله المهم طبعا الاتنين كانوا مبسوطين بعدها لانهم عارفين انهم خلاص بقوم سوا فمسك ايه ده بس قالت له بلاش تمسكها عشان لسه فيه كهرباء زايدة فقال لها ما تيلاقيش كده او كده انا برضو بحبك مش هيفرق معايا حتى لو قازتيني ازيدي ازيدي المهم يوم بطولة السباحة كانت كل واحدة رايحة تشجع المزة بتاعها فكاد المدربة تقول لهم يدخلوا يلا بس ابننا فيدي الوقف دي ايه عشان يكلم بنتنا فجرت حضانته علشان تشجعه يكسب البطولة وبدأت المسابقة وهو بصص لها قبل ما ينط في البسين وهي وقفة بتشجعه لحد ما نطه قدر يوصل في وقت قياسي وبقى في المركز الاول فهي كانت اول حد بصيله عمل لها قلبي بايده وبعد المسابقة راحوا يحتفلوا في مكان وحجزوا قودة فيها العاب ولبسوا زي موحد بس تشونجو بنتنا حابوا يقعدوا مع بعض شوية بعيدا عن الانظار وخرجوا برا فجيه يمسك ايدها لقاها بتكهرب فقالت له انا اسفة بس قلبي بيدق دلوقتي فحط ايده جنبه بس مسكت هي ايده الاول مرة فكان هيقرب ويبصها لكن اصحابهم الغلسين كانوا واقفين بيرقبوهم وهم حسوا بيهم فتزبطوا ودخلوا على جوه وبعدين قرروا يلعبوا شوية فكانوا بيختاروا ورقتين واللي معا الورقتين دول ينفزوا عليهم حكم فالحكم كان على تشونجو وبنتنا وطلبوا منهم يبصوا بعض بس تشونجو محبش يخليها تتكسف قدامهم فحط اصباعه على بوقها وقرب يبصها وفي بينهم حاجز كده بس بعدين جئ الحكم على شهيرة وابننا فشادي عشان عارف ان شهيرة بتحب تشونج طلب منهم يحضنه بعض فتشونج طبعا كان رافض فابنتين قالت له ضحودنا اخا وعادي احضنه بعض فلمسها بسرعة وقام بس شهيرة خرجت بعدها وهي متضايقة فشادي راح وراها يشوف مالها فقالت له ما تعملش كده تاني انا عارفة انه ما بيحبنيش فمالوش لازمة نحرجه خصوصا انه مرتبط بصاحبتي بس فيدي ليقول لها كلام من نوعية بس انت بتحبيه من قبلها ولازم تاخدي فرستك لكن هي مصممة انه ماينفعش تعمل كده وبعدين كان ابننا واقف ومستني ويوي برا وقال لها نعرف ان البنات بتحب الالعاب النارية فجبتلكم دي بس لقاها سكتت فقال لها نبحاول اعمل اي حاجة عشان تبسطك بس مش عارف اعمل ايه بالزبط لان دي اول مرة اعف حب حد فكلامه اثر فيها لانه بيحاول عشانها فقربت تبوسه الاول مرة من نفسها وفي السكن شادية بدأت تشك فيها وكلمت حليمه بتاعها عشان يجس نبضة شونغ ورحت هي كمان وقالت لبنتنا قوليلي بقى انت علاقتك مع المحروس بتاعك وصلتلي فين فقالت لها يعني ايه وصلتلي فين فقالت لها يعني استفرد بيكي وخد اللي عايزه ولا لسه فقالت لها بنت عيب ده ولد مؤدب فالتانية قالت لها بس بس مفيش راجل مؤدب قوليلي بسرعة عملته ايه وساعتها كان حليمه هو كمان بيسأله وصل معها الفين فقال له والله يا ضب مسكت ايدها وبستها بالعافية بس ولا حليمه مصدقه ولا شادية مصدقيها والاتنين بقوا موضع شبهة وشادية مش هتسيبهم في حالهم غير لما تعرف وبالليل كانت شادية بتكلمها عن مستقبلها ولو عايزة تفضل اخصائية تعلق طبيعي فسألتها شكلك متبتة في الشغلانة دي عشان تفضلي مع الشملول بتاعك فبنتنا سرحت بخيالها وهي واقفة جنبه والناس بتصوره هو بيقوله منها اخصائية العلاج الطبيعي بتاعه وما يقدرش يستغنى عنها بس شادية صحتها من اوهمها وقالت لها ما تشتحيش بخيالك اوي كده وفاجأة سمع صوت زعيق برا وطلعت مديرة السكن بتزعق في بهير لانه سكران وعايز يدخل قودة بنتنا بالعافية فخدته على برا علشان توصله وتشوف اللي وصله للحالة دي وساعتها كانت شونج بيرن عليها فنتش منها الموبايل وقال له ابعد عنها بقى دي بتاعتي انا وامران الموبايل فابننا خرج من قط بسرعة انما باهير فيدل يحاول يقرب منها ويحضنها بالعافية عشان ما تسيبهوش بس شونج مسكه في لحظتها وضربه وخد ويوي من ايدها ومشي وفيدل يدلك لها ايدها مكان ما باهير مسكها جامد وقرر يوري له الويل بعد كده لو شافه تاني وفي يوم كان ابننا مسافر لمعسكر تدريبي هو واصحابه فابنتنا كانت مستنياء قدام ده بالبيت علشان تودعه وفضلت معاه لحظة بلاحظة لحد ما ركب التاكسي وقالت له اول ما توصل طم مني بس بعد ما التاكسي ميشي به وقفه ونزل فجأة وحضنها لانه مش متخيل يقعد كل ده من غيرها ولما وصل المعسكر كانت بنتنا بترن عليه لكن المدرب خاد موبايله وقال له ممنوع تليفونات هنا وممنوع اي حاجة تعطلكم وفضلت بنتنا تبعت له في مستجات وهو ما بيردش عليها فبدأت تخاف وتفكر كتير يا ترى ما بيردش ليه يكونش ما بقاش عايزها بس تاني يوم لما خاد موبايله وكلمها فيديو وطمينها عليه وكمان فضل لازق لها وهي قعدة بتذاكر قبل ما ياخده منه التليفون تاني وفي الصينيما كانت شادية دخل فيلم مع عبدالحليم بتاعها بس كانت جايباله شوكولاتة فقال لها دي بمناسبة ايه فاديقت لانه مش عارف السبب وكانتها تمشي بس قال لها استني انت بتحبيني فقالت له اي حمار انت شايف ايه يعني فقال لها يعني بقينا سوا صح فاديته بوسع على خده سريعة وقالت له يلا بسرعة الفيلم بدأ وفي يوم كانت بنتنا تعبانة وعندها حمى لدرجة ان موبايلها ما كانش شغال لما مسكيته بسبب الكهرباء الزايدة اللي خرجت من جسمها وساعتها كان ابننا بيتكلمها وما بتردش عليه فكلم حليمه عشان يشوفها ما بتردش عليه ليه وطبعا الموبايل اتخذ منه فاضطر يستنى لتاني يوم لحد ما ياخد الموبايل بس مقدرش يستحمل وطلب من واحدة ست تسلفه موبايلها دقيقة وكلم صاحبتها وقال لها تطمنه عليها فقالت له انها عندها حمى وما يقلقش عليها هي تخلي بالها منها وتاني يوم كانت بنتنا بدأت تفوق وقررت تروح له المعسكر عشان تطمنه لانه زمانه قلق بس لما طلبت من الراجل بتاعي الامن يقوله انها برا مرضيش بس بالصدفة كان معدي من عند البوابة وشافها فجري عليها وقال لها جيت ازاي كل ده فحضنته وشدها بعدها ودخلوا جوه عشان يخليها تسلم على اصحابه وراح التوزع عليهم كاندي فصاحبه قال لها خلي بالك منه بقى احسن البنات هنا بتجري وراه فابننا شدها بسرعة احسن يلعبوا في دماغها اكتر بالكلام المهم قعدوا سوا فقال لها اكيد كان صعب عليك تيجي وانت تعبانة وبعدين كنت هتعملي ايه لو ما شفتكيش والتعلى امن مرضيش يدخلي فقالتلي كنت هستنك للصبح برضه فقرب يبص على الكلمتين الحلوين دول وبعدين ودعها قبل ما تمشي وفضلت من بعدها تعد الايام اللي هيخرج فيها من المعسكر وراحت تستمنايم خروجه بس لقيت شادي خارج لوحده فسألته عن ابننا قال لها انه تحجز ايام زيادة في المعسكر وتلع انهم اكتشفوا انه بيعون بشكل افضل بشكل غريب مع ان رجله فيها اصابة وطبعا ما فيش مفرغ انهم يعملوله تحليل مخدرات لانهم شكوا فيه وفي الجامعة كانت بنتنا ماشية وهي بتفكر في تشونجا واحواله دولوقتي وهو محجوز بس فجأة لقيته بيشدها وبعدين قعدوا سوا وحكى لها اللي حصل وانه لما معرفش يهرب من اسئلته من كتير قال لهم كنت بطعاطة فقالتنه انت الجننت ازاي تعمل كده فقال لها ما تيلاقيش مهمة كده كده هيعملولي التحليل ويلقوا سلبي المهم رجبه سوا العربية وكان ماسك ايده وهو مبسوط فقالتنه انت بتضحك على ايه فقال لها فاكرة لما رحنا السينما سوا مع بهير ونمتي فجأة فقالتنه تعالي صحيح انت كنت قصد تيجي معنا فقال لها اكيد يعني مش هسيب البنت اللي بحبها تخرج مع واحد تاني وفي البيت عندها راحت تجهز له اكل وعملت له وليمة وبصراحة الاكل كان شاكله طحفة بس تعالوا بقى طعمه كان حاجة صغفر الله العظيم وكل شوية تحط له طبق جديد وهو عايز يعاية ويقولها كفية هدخل المستشفى كده النهاردة بس قالها تسلم ايدك الاكل طحفة ايوة لو قلت لها طحفة كمان مرة هتقوم تجيب لك كمان طبق المهمة حاول يفلفص منها وقالها بقول لكي لمين الاكل ده ااخده انا مروح بس فقدت مصممة خليه يكل قدام عينيها عشان عايزة تعرف رد فعله شوف هتاكله يعني هتاكله برضه وفي يوم كانت بتكلمهم وبيردش عليها خالص لحد ما جيه فجأة من وراها فقالت له انت ما بتردش ليه انا قلق فقال لها انا موجودة هو ما تيلاقيش بس كانت حاسة انه مخبي عليها حاجة ومش عايز يتكلم فقررت تكلم مامته وتشوف في ايه وراح تقابلها طبعا فقالت لها انه مراحش اختبار المخدرات واخر معاد لي خلاص كمان كم يوم لو مراحش هيبقى مستقبله كله انتهى فقالت لا ما تيلاقيش يا تان تسيبهولي انا هقنعه اما عند ابننا فراح يتكلم مع بهير وقال له هو انت اللي بعتتلي الفيديو ده فلما فتحوا لقاف فيديو لبنتنا يوم الراجل بتاع الامن حاول يتحرش بيها فطلع شحنات كهربائية من جسمها خلته يهرب فالواضح ان في حد بيهدده انه لو راح تحليل المخدرات ولقو سلبي هيبعت لهم الفيديو ده عشان يعرفوا السبب اللي خلاه يتعافى من اصابة رجله فعشان كده ما راحش الاختبار لانه كده بيعرض حياة بنتنا للخطر لما قوتها تتكشف للناس بس بهير قال له انه مستحيل يعمل كده وانه اول مرة يشوف الفيديو ده دلوقت وبعدين بنتنا راحت الجامعة بس لما راحت لقت الدكتورة وقفة بتهزئت شونج عشان ما راحش تحليل المخدرات اللي هينفي التهم عنه فبنتنا قالت لها انها هتقدر تزبط برقته بس ياردت اديها وقت فالدكتورة وافقت على كلامها ووسكت فيها بس بنتنا مشت وهي متعصبة منه فراح وراها وقال لها ما تتعصبش انا اسف ما كانش قصدي اخب عليك فقالت له احنا مفروض سوا كأننا شخص واحد ما ينفعش تخب حاجة زي دي فطلب منها تسامحه لانه فعلا كان خايف عليها وحكى لها كل حاجة بالتفصيل فبدأوا يشوفوا مين اللي كان معاها اليوم ده وممكن يكون هو اللي صور الفيديو فراحوا سأله شهيرة بما انها كانت هناك لما راحت تنقذها فقالت لهم ان شادي ظهر فجأة يومها وقال لها وصلك للسكن وساعتها كان ابننا بيرن على مبايل الشخص اللي بعات له الفيديو بس سمع صوت فوقدة السكن بتاعهم وطلع الصوت جاي من عند مكتب شادي وساعتها تأكد ان هو اللي صور الفيديو وراح البيسين يسأل عنه هو ناوي علق راسه على باب المدبح فكان ساعتها شادي بيستحمى ولما خرج لقى تشونج في وشه وبيواجهه بعملته السودة وعايز يعرف ليه عمل فيه كده فقال له اكيد واضح عملت كده ليه لانك دايما احسن مني ودايما انت اللي في الاول فتشونج قال له طب ويوي زنبها ايه فقال له زنبها انك تعرفها وهي اخر كارتة هستخدمه ضدك وخلي الناس تعرف انها واحدة غريبة ممسوسة بالكهرباء فمسك وضربوا لحد محليمه وبقي اصحابه شدوا عنه وبعد الحوار ده انتشر خبر ارتباط بنتنا بتشونج فكانوا بيعملها بشكل وحش لانها لسه مرتبطة بواحد بيطاعات مخدرات فخلاص كانت على تكة انها تقولهم الحقيقة لكن زملها مناعها فقررت انها تتخلص من الكهرباء اللي في جسمها دي وراحت للدكتور اللي عارف بحالتها وقالت له انها عايزة تجرب العلاج اللي قالها عليه قبل كده يمكن يجيب نتيجة ورغم اخترته تشجعت وبدأت العلاج بس خرجت بعدها وهي دايخة واغم عليها ولما فقت لنفسها جنب تشونج وكان خايف عليها فقالت له هي مبسوطة انا خلصت من الكهرباء اللي في جسمي وبسيته وساعتها ابوها وامها دخل وهم فرحنين وقالولها ازاي خلصت من الكهرباء اللي في جسمك فقالت لهم انها راحت للدكتور وعالجها بالكهرباء فابوها قبل اي كلمة زيادة قالت تشونج تبتعالى ورايا بقى ياللي قاعد لازق اللي فيها انت وقاعد على الترابيزة برا فسأله انت بتحب البت دي فابننا تردد يقول اه لانه خايف يقول بحبها يقوم ابوها يطخه بالنار بس ابوها قال لها شايفة تردد ازاي لما سألته ده بقى هتتجاوزي ازاي وهو متردد كده بس تشونج قال له وعهد الله بموت فيها ده انا ماليش غيرها فامها جات وقالت لابوها ام سيبهم لوحدهم وبعدين راحوا سوى المركز الطبي عشان تشونج يعمل اختبار تحليل المخدرات بس الدكتور قال له للأسف لازم تقدم اعادة طلب من جامعتك والجيلي بعدها فطبعا ضربوا المشوار على الفاضي وما كانش فيه بصات بالليل وهم راجعين فقاله يباتوا في اي فندق بس طبعا طبعا ما كانش فيه غير قدى واحدة فاضية زي ما المخرج عايز لزوم انهم يناموا جنب بعض يعني لأ وكمان دخلت تستحمة بس لما طلعت حبي يشيل الاحراج ده وقال له تعالى نشف لك شعرك وتاني يوم راحوا الجامعة عشان يقدم على الطلب لكن الدكتورة قالت له ان اخر معدل الاختبار وقته عدى وخلاص هم رفضوا يخلوك تشارك في بطولات معهم تاني فبنتنا فضلت تعايت بعدها لكن مسح دموعه وقلامت الى ايش هللاقي حل وفعلا لقى حل وهو انه يحاول يقنعهم تاني على ما يعمل تحليل المخدرات عشان يدخلو الفريق فوافقه بشرط انه يدخل مسابقة هو وشادي قصاد لجنة التحكيم وهو في كامل قوال عقلية ويكرره اذا كان فعلا بيتعاطى ولا هو فعلا سباح شاطر لكن شادي قرر يعترف بغلطته ورفض يشارك في المسابقة دي لانه عارف كويس انه مش هيقدر يزم تشونج وفي يوم خد بنتنا معال بسين عشان يعلمها ويدوب لسه بتنزل وهي خايفة ام واخدها في حضنه وفضلوا سوا تحت الميا بيعلمها ولما طلعوا قالت له انها مبسوطة عشان قوتها اختفت وما بقتش شايلة الهم زي الاول فقال لها عايزك تشيل هم حاجة واحدة بس من هنا ورايح وهو هم علاقتهم ورح مقرب منها وبايزها وتاني يوم في الجامعة نتيجة التحليل ظهرت سلبية والخبر انتشر وابننا طبعا بقى بريق بس تشونج ما هديش غير لما راح يقابل شادي وقال له انه طول عمره كان شاطر وعمره ما شافه اقل من كده وعايز انه يرجع له ثقة بنفسه فطلب منه يدخل معاه في سباق تحت الميا عشان ينهو الخلاف اللي بينهم وفعلا وافقوا نزلوا البسين يتسابقوا واصحابهم بيشجعوهم وبعد ما السباق خلص شادي شكروا لانه رجع له ثقة بنفسه وبعدين قرروا يحتفلوا بالمناسبة السعيدة دي وشربوا للصبح بس تشونج فاق فجأة ولقى بنتنا نايمة فقرب منها يبوسها وانت كل ما تلاقي نفسك فاضي كده تعمل كده المهم في يوم كانت ويوي قاعدة ومامتها دخلت عليها لقت جسمها من القهرب وواضح انها رجعت لحالتها القديمة فخدوها للدكتور عشان يعرف مالها فسألها لو عملت حاجة مختلفة عن اللي طلبها منها فاعترفت له انها خدت كل الدواء اللي قال لها عليه على مرة واحدة فقال لها انت تجننتي ده كده ممكن يعملك مضاعفات وطلب منها تبعد عن كل البشر الفترة اللي جاية دي عشان ما تقزيش حد لحد ما يشوف مدى استقرار القهربة في جسمها وتاني يوم كان ابننا مستنيها عشان يروحوا يخيموا سوا بس استغرب لانها لابسة جاكت المطر وكانت مترددة ضح دونه فقالت له عادي البستو عشان الدنيا ممكن تمطر فقال لها طب تعالي شوفي عملتلك ايه جبت تليسكوب وخيمة وكراسي وقكل عشان نروح نقضي احلى يوم سوا فاول ما وصله كانوا بيأكلوا الحيوانات فوهي بتلمس ايده كهربته لكن قالت له بسرعة ده تلاقيه كهربا عادية عشان جسمنا سخ وبالليل نمو قريب من بعض بس من جواها كانت عارفة ان دي اخر مرة يبقوا فيها سوا وتاني يوم اختفت حرفيا ولما رح لها بيتها هو ومنطع عشان يزوروا اهلها ملقهمش فراح بسرعة لشدي عشان يفهم منها ووريته اخر ميسيج بعتته لها وطلبت منها تقول لي تشونج ما يدورش عليها فراح للدكتور بتاعها زي المجنون عشان يفهم منه اللي حصل وبقى تعيس ويائس لانه مش عارف يعمل حاجة ولا عارف مكانها عشان يروح يشدها من ايدها ويقولها انه مش فريق له كل اللي بيحصل ده بس فجأة افتكر ان عمتها عندها مشتن زهور واكد رحت عندها فراح لها هناك واول ما شافها جري عليها بس قفلت الباب في وشه وقالت له ايه بعد لانها ما بقيتش عايزاه وطلبت منه ينفسله ففي دلواقف برا مش عايز يتحرك ومستنيها تخرج من مكانها لحد ما يقس ومشي وبالليل لقيته بيقرب منها وفي ايده شمعة وقال لها فاكرة لما قلت له انك مستحيل تسيبيني لغيرتي رأيك فزعاقت فيه وقالت له انا كم بلا موقوطة ممكن انفجر في اي وقت ومش هتكسب حاجة لما تفضل مع واحدة زي بس قبل ما تنطأ كلمة زيادة قربوا باسها لانه فعلا مش فارق معا اذا كان في جسمها قهربة زايدة او لا لانه حبها كده وهيفضل يحبها سواء فضلت كده او لا وبعد تلات سنين كانت شادية بتغطي مؤتمر صحفي لبتولة السباحة ويدوب خلصت اللقاء بتاعها وحليمه بتاعها شالها على ظهر وهرب بيها اما ابننا فكان مجاهز لبنتنا مفاجأة وخليها تروح لحد السمك الكبير ولما وصلت هناك لقيته بيعوم وسط السمك وجاب لها هدية وشاور لها عشان تقرب من الحد اكتر فقربت تبص على السمك وبعدين خرج لها بعد ما نشف نفسه وفي ايده خاتم الجوائز ونزل على رجله عشان يتقدم لها بعد عذاب وشاء وصهر ابت كده هو ويساعدني اقول لكم انها اخيرا اتنزلت ووافقت تتجوزوا وتوتا توتا قبل ما تخلص الحدوتا ختموا الحدوتا ببوسا وبكده نكون وصلنا النهاية مسلسلنا يارب يكون عجبكم